بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت لكم الفيديو جديد معلش اخرت عليكم الفيديو انت تضبطوا مني كتير جدا عملنا النهاردة مع بعض استند ورد في البيت باقل تكاليف ممكنة هو باقل تكاليف من حيث الاستند احنا ما استخدمناش الاستند حديد ولا حتى صوق بقى ولا اي نوع من انواع الاستندات الكتيرة جدا احنا استخدمناها حاجة بسيطة جدا وسعرها الى حد ما معقول يمكن اغلى ما في الموضوع هو الورد ممكن كمان تستدلوه بورد ارخص من كده تمام فطبعا الشكل والديكوردان كمان ممكن نعمل فيه منه بازل فنحرج بقى الدايرة اللي احنا عايزينها بالحجم اللي احنا عايزينه ايه بقى هي الدايرة دي استخدمت تقل هلهوب تقل هلهوب يا جماعة انا استخدمت منه مقاسين مقاسين بمعنى فيه منه مقاس كبير ومقاس وسط ومقاس صغير انا استخدمت اربعة كبير واتنين وسط تمام طبعا ممكن تستبدلوا الاتنين الواسط دول تستبدلوهم باربع صغيرين وتعملوا الاشكال اللي انتوا عايزينه تمام اه طوق يا جماعة الكبير انا جئ استخدمت اربعة الطوق الكبير ده سعره 25 جنيه والطوق الصغير 20 جنيه استخدم طبعا اسبريدهبي الاسبريدهبي ب25 جنيه برضو استخدمت اثنين اسبريدهبي تمام الاسعار كده تمام معاكو استخدمت اربعة بالكبار ب25 واستخدمت اثنين من التغيرين ب20 واستخدمت اثنين اسبريده بكام 25 و25 طبعا انا جيه حطهم جنب بعض كده ممكن اعمل كل واحدة لوحدها الميزتين ان احنا كده ما بنهضرش في الاسبريد اللي بيتعمل كتير انا مسلا احطهم طبعا في حاجات لسه اماكن مدرية فبرش بس اللي بين وبعد ما بينشافه ببتدي بقى احرك الاماكن اللي ايه اللي ظهر فيها اللي كانت مدرية بقى ببدلها تمام طبعا اهم حاجة تحطوا حاجة بلاستيك على الارض بحاجات بطيطة جدا بحاجات بطيطة جدا هو ما كلفناش برضو لان الاستندات سعرها غالي جدا الاستندات سابقوني لو في ايه لغوطة في الكلام والله بس انا بحاول على قد ما اقدر ازبط الدنيا بصوا الاصفر هيلقط لون بسرعة جدا بس انا الصراحة ملاقيتش غير اثنين اصفر واثنين ازرق الازرق هياخد شوية ايه نضغط عليه شوية بعد ما بينشاهه طبعا بلفوه من ناحية التانية بحاول بقى الاماكن فيها ودريها بكل الاسبري ده بعد ما تعملوا بقى خلاص ونشفوه خدوا الوشي واثنين وثلاثة براحتهم خالص ده بقى ده بقى المكان اللي انا هعمل فيه طبعا انا شلت الصفرة بتاعتي اللي يعرف المكان ده انا بشتغل فيه شلت الصفرة بتاعتي وحطتها في الانتريد ده كله علشان اسوارلكو الفيديو انا استخدمت سطارة سطارة بيضة طبعا عشان بيزك نتري بقى فيها ايه الحاجات ده ده بقى الالوان ده الصفرة بتاعتي يا جماعة اللي قلتلكم انا هتتها في الصالون في مبالكو استخدمت الزرع الاخضر ده شكله حلو جدا الواحدة يا جماعة من عشرين لخمسة وعشرين دي بردو كذلك من عشرين لخمسة وعشرين طبعا اسعار دي اسعار تقريبية لان الراجل ده انا حاسة انها ضحك علي بس ما علينا الورد ده كان اغلى نوع ورد مية وعشرين جنيه الورد ده تقريبا ده ورد عادي ممكن يكون في حدود من سبعين لثمانين جنيه ممكن تسعين كمان ده غلي بردو شوية بس مش فاكرة بكين بصراحة تسعين بردو ده ممكن يكون باربعين الاسعار انا مش متأكدة قوي بس يعني في الحدود دي ده برضو حلو جدا بصوا الالوان وتناسك الالوان بجد كالنفسي اعمل لايف علشان اقولكو نحط ايه الوان ايه مع ايه ما بحشة الورده الزهر قدي بصراحة طبعا جبت افوايت كتير علشان ده هو اللون الاساسي اللي بنحطه مع كل الالوان بصوا موف وده سيموي لا ده مستيموي ده كاشمير وده موف برضو ترجع من درجات الموف فانا هكا نفسي بجد تشاركوني في الالوان اكتبوا لي برضو في الكمنتات حابين الالوان ايه مع ايه يعني حابين مثلا اعمل ايه في فيديو المرة الجاية في الورد وحط ايه مع ايه طبعا ده برضو افوايت تمام وده برضو شكل تاني بصوا جايب افوايت بس كده شكل ده بقى المكانة اللي هنعمل فيه طبعا عايزين نشيل استرى الرموض دي اول حاجة ارمي 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 وهفكها طبعا لان دي وغدا النص فانا هفكها من ناحية تانية برضو علشان نبتدي بقى نشتغل في حتة تمام السطرة البيضة دي عرضها تقريبا خمسة سنتي يعني المكان اللي انا عامل فيه ده عرضه تقريبا تلاتة سنتي فعشان هي بتكرمش شوية السطرة فمفروض هي بتبقى زياد شوية من المكان تمام بتعملوها سبتة المتر منها بخمسة وعشرين جنيه هو اسمه ايه؟ اللي عارف نوع القماشد اسمه ايه؟ يقول اصلا انا ناسية بصراحة اللهم مذكرني مش متذكرة اسمه او انا اكيد لو ركزتها هفتكر بس انا مش متذكرة خالص يعني تقريبا سطرة دي حوالي بمية مية وكام لو خمسة متر كام؟ ما علينا هتنفع لانها زي ستاندور كده او حاجة سبتة هتنفع جدا لازم الخلفية القبيضة طبعا انا لو مكنتش حطة كمان سطرة الورا هتبقى قلطف ده الحبل اللي انا استخدمته معاكو قبل كده ده حبل شفاف هو مش شفاف هو رونه جري بس هو مش باين ممكن تتخدمه اي نوع حبل اي خط بس يكون متين خدوا بالكو عشان يستحمل ده في حد علق لي قال ان هو زي خطس النورة بس هو مش خطس النورة انا جايبان من حالات هند مية عالي جدا انا قول كنت جايبها عاس ان هو سلك بس هوتلاش سلك طبعا انا بربطوا ربطة اتنين عشان يبقى متين وبعدين اعلقوا في الستاند نفسه او على ايه استاند طبعا لو استاند دي مش موجودة في استاند تاني بتحط بس انتو لو انت عاملوا خطبه في البيت اكيد عندكو اي مكان فيه ستاير تحطوا بقى استاند البيضة تبقى خلفية لو مش ممتاح لازم استاند بقى او اي حاجة بيضة منورة او حتى ممكن كمان لو مش مفيش استاند ممكن تحطوه على الحيطة كده وخلاص دول الحجمين بصوبين انبهين في فرقة او لا بس اعتقد الحجم الصغير هيبقى اوضح اكتر بي طبعا بقى اربطوا اربطهم في بعض اهم حاجة طبعا العين يعني خدوا بالكو لازم تبقى العين متساوية لو في مسافة او حاجة انا مش ظهرة وانا شغالة بس وانتو شايفينها يعني برضو مش تركزوا او ربطهم في بعض وبعد كده بقى هنجيب الاكبر منه في الاخر طبعا انا استخدمت الكبير والوسط والكبير تاني لو بقى عميز صغيري خلوا الصغير فوق وبعدين الكبير في النص وبعدين ايه نحط صغير كمان وبعدين كبير طبعا تقدروا تحركوا بقى بازل بروحتكوا جدا بصوا انا عاملا شكل ازاي انا عايزة يبقى في دوروان كده فانا مش عاملاهم كلهم زي يبقى عمود لا انا عاملا فيه دايرة كده زي كوس كده على الشمال او نص دايرة بمعنى اصع ويتربط كويس لو حاستين موضوع صعب ممكن تربطوها بقى الخيط الاصفر اللي هو بتاع الدهنات اللي بس اخدوا بالكم انتم ممكن تلزقها حتى بصوا يتبع عادي بس الفكرة ان ممكن انتم بتشيروا الدهن يطلع لو انتم بقى مش محتاجين انكم شلوها خلاص بقى استنبع عندكم تلزقوا بصوا يتبع عادي طبعا بعدها الوهلة واف تفكر هعمل ايه بعد كده بعد كده استخدمت الفل الفل ده ممكن لو مش موجود عندكم بصوا يعني حاجة يعني مبقى ببلاش لا مش موجود عندكم تقدروا تستخدموا فيه بلطات بتتباع عند بتوع الورد لونها اخدر كده اكيد كلكم شفتوها او اي حد مسلا عنده خبرة فيها بتبقى نفس الحجم ده طبعا الكتر باز وفك مني وكان هيعورني وربنا سطر الحمد لله بس ما علينا يعني خلي بالكم جدا وانتم بتقطعوها يعني نرجع الباطر الخضر الباطر الخضر دي نفس الحجم اللي في ايه ده بالزبط من عشرين لخمسة عشرين جنيه انا سألت عنا بصراحة بس انا كنت هجيب اربع بلطات فكان هيكلبني كمان مية جنيه ممكن كمان اضطر ان انا اجيب اكتر فمالوا الفل الفل زعلكوا في حاجة هيقدر غرض طبعا ربطتها بالخيط برضو التاني ده بس بعد ما ربطتها اكتشافت ان انا عندي البتاع الاصفر ده بتاع الدهين سلطب الدهين او ما علينا اسمه ايه طب ده اسهل بكتير وبيثبت اكتر فلا اتحكمه السلطب ده او اللازق ده احسن بعد كده بقى هبتدي بقى بعد ما ععد تربط فيها هبتدي حط تاني عليها مش عايز اكون الكيكة اوي ولا اوتركو ولا اكون بدوشكو بس بحاول على قد مقدر بجد يعني يقفتكو على قد مقدر اللي انا عرفه بالتفاصيل كلها طبعا بالاصف هبتدي بقى اقص الورد الطول اللي انتو عايزينه بس علشان لما نيجي نحطها في الفل يبقى فيه مساحة طبعا قعدت برضو الوهلة فكر انا هحط ايه على ايه كان نفسي بجد يكون الموضوع لايف عشان تختاروا معيه الالوان والتنصف الالوان بس انا بقى ايه الموضوع كان صعب لانه وقت تسكيل ده اخد مني ساعة ونص ساعة ونص تقريبا انا ضغطه على قد مقدر بقولكو بس الحاجات المفيدة هنحط بقى طبعا اللون الابيض الاول بعدين بقى نجيب الوردة الغالية امامية 25 جنيه دي انا عزل لكم امامية 25 جنيه دي ونحطها جميلة جدا بصراحة هي وردة تستاهل بس فعلا انا حاسة لو ايه حد عنده خبرة في الورد او او هو اصلا يعني عند بتاع ورد ياريت يقوللي في الكومنتات دي برضو ممية 25 جنيه حبيت بقى النبيتي دوان مع الكاشمير شكلهم تحفة جنب بعض طبعا الوان دي بقى يعني ياريت تقولولي برضو كده في الوان الوان الورد اللي كانت تظهرها لكم دي احط ايه مع ايه او كده يعني اكترحوا على ايه في الفيديو الجاي ده بقى الورد الاحمر العادي اللي هو البلدي دي طبعا ما بنوزع لازم يكون في كذا شكل من الورد بنحاق قد ما قدر نملي نملى الحتة دي طبعا بقى كذا نوع ورد بص ده نوع ورد افوايد برضو بس شكل تاني انا حبيت ان الموضوع يكتصر على الالوان دي لون طبعا ده زقكو وحسب الورد وحسب امكانياتكو اتمنى يكون الموضوع مفيد ليكو يا جماعة عبتي جدا حقيقي في الفيديو فاتمنى ياريت 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 تعملوا الوايك يعني ده واحدة زقكو 10 خطير كوي شقة بهدلة ودقريبا هتفضل فتفضل في السالون كده لحد ما خلص حوار تصوير الورد اصلا بعد ما عملتها سعبنا علينا نفك الوردة تاني طبعا لو عروسة بقى او حاجة يعني عروسة هي عايز تعملها لنفسها بس على مجرنها عروسة ممكن تستخدم وردة بعد كده في شقتها تبقى حلو جدا البتاع اللغدر ده عجبني جدا وبصوه كانوا مسكين في بعض انا بقى فككتوهم من بعض ليه عشان كان نفسي يعملهم دجرة ده ما عرفش ايه الفرق ده او انا ليه عملت كده كتت فاكرة ان الموضوع هيبان بقى عايزهم كده جنب بعض بس انا عملت واحدة بس حقيقي وبعد كده حطتها زي ما هي ونفس بقى كت الورد اللي هي الهما قصمة هما دول بقى كده ببعض الورد اللي اقدر ده انا قلتلك انها بخمسة وعشرين جنيه صح ما علينا وربطتهم تاني وبعد ما عرفش ليه بس الحاجات السوادي كت فاكرة انها هتفرق وهتبان بس ايه بصراحة الورد مش باين يعني دي الحقيقة المورال اللي انا قلتلكوا عليها فما دم تعمل الخطوة دي بصوا هي البقى التانية هي الناحية يعني هي اللي على الصفرة اصلا من قبل ما قصته هي هي فما فرقتش كتير لما تيجوا تشوفوا بقى انا احطها ازاي بصوا كان نفسي لما احطها كده تبقى هي بقى ايه الكبيرة بعدين الوسط بعدين الصغيرة عارفين انتو الدجرة ده كان نفسي بجد تكون باينة بس ايا حقيقة ايه مش باينة الجانب فيناة they tell you فنانين التفاصيل الاصغارة coo d تخضوش على كلامي خالص يا جماع منتخضوش عن كلام خago كنان اترتش عвонه ايه تمام عملت بقى واحدة طلعة واحدة نازلة الناحية دي واحدة كده بصوا بصوا المالة الفزيعة دي ايه رأيك يا جماعا؟ بجد لا يعني بجد ده ما يستهيلش لايك حتى يعني لو حد اول مرة شوفني ما يستهيلش سابسكرايب يعني مش عايزين فيديوهات تانية من الحاجات دي ولا ايه اوقفش اقول يا جماعة يعني قدروني كومنت بقى كده بدعوة حلوة كده عشان يعني انا مش بحتاجة اكتر من دعواتكم بجد هعمل برضو في الناحية التانية نفس اللي انا عملته هبتدي بالابيض بعدين بقى ندخل الوان زي ما انتوا عايزين حابين بقى هقول تاني ولا ما هعيد تاني تاني يا جماعة وليقولي الالوان التانية الالوان التانية ايه الالوان اللي انا استعتمتها على الصفر اللي pallgresهلكو في الاول فيديو دي شوفوا كده الالوان اللي متنفع تناسك مع بعض اكتبوا لي في الكمنتات عشان اعمل لكو بيها شغلة تاني تمام وطبعا بقى انا عايز اقول لكو حاجة الدوائر دي ممكن نعمل بيها اشكال تانية صح ممكن نعمل بيها حرف ال 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 مقلوبة ممكن نعمل بيها زي كوشة تانية خالص يعني ممكن فيها في حاجة اسمها مرونة في الشغل ممكن نعمل بيها اي حاجة تاني انا بس عايزة بجد بجد ايه رأيكم يعني انا مش عايزة اكتر من رأيكم هالفعال ان هي هتستهل التجربة تقدر تعمليها لو انت مثلا في خطوب تقدر تعمليها ولا الموضوع صعب بالنسبالك لو انت بتشتغلي انت حاسة انها هتبقى حلوة ومجدية والناس هتعجب الناس فيه ناس يا جماعة بتحبش حاجة للناس تكون سيمبل يعني انا حاس انها حاجة سيمبل جدا واحسن من فيه كوشات بتبقى اوفر جدا والموضوع صعب فمش عايزة لوكي معاكم كتير والله انا بحاول اتملك لساني انا على فكرة في طبيقاتي مش لكاكة بس انا علشان افتكولها اكتر ولا اقل بصو الشكل بقى بجد بعد كده بتشوف رغم ان احنا مستخدمين كام نوع ورد الا انه هو من بعيد مش باي اللون النيبيتي كمان من بعيد مدي على اسود ليه يعني نفسي افهم ليه مدي على غمق جدا اصلا انا برضو فيه فرق ببص مثلا فرق بين الزعبوت الزعبوت وفرد البود في الزعبوت ده وبين الوردة انا عم لاقول ايه الفرق الرهيب ده بس ده احمر احمر انا لابسة احمر عشان بس فيه فرق لكن من بعيد الاضاءة برضو مش جايبة على فكرة من قريب حلو جدا وعلى حقيقة حلو جدا بس الالوان كلها نود عارفين الالوان النود اللي هي بتبقى غمقة شوية حاجات دي اللي طالعة عموضة بصراحة بس انا هقرب برضو منها يعني برضو انت شفتوا اكيد في اول فيديو واشا هكلموا عامل ازاي بسوا من قريب حايمين بعيد الصورة ظلمة جدا يعني امكان انا صورت وقف تتصور معاه وكده يا جماعة لا الصور ظلمة موضوع جدا موضوع طحفة من قريب امش هستور عليكو يا رب يكون الفيديو عجبكو واتمنى يكون ضيفة خفيفة عليكو حطت بقى كورسين الصفر عشان نكمل بقى نقص بس عريس وعروسة هلبس لوك وعريس وعروسة هلبس لوك وعريس وعروسة ازاي مش فاهم هلبس عروسة واتصور هنا يا رب يكون الفيديو عجبكو وزريف وخفيف ولطيف وولولي في الكومنتات انتو عايزين اي تاني الفيديو كاي طبعا الستاند البالين انا فاكريا والله هو مش ناسية هنعملكو كام استاند كده في البيت وهوريكو برضو كده شتنو من الستاند والستاند الدائرة الكبيرة الحديد ده ان شاء الله هاجبهو لكم وفي حاجة مش حديد انا عايزة اعمل بقى حاجة مش حديد فان شاء الله برضو استنوني وهحاول اعملكو على قدم قطر فيه قناة تانية بتاعتي ياريت تعملولها سبسكرايب هتلاقوني انا ازدلوها الكوة في اخر الفيديو يعني هتظهر كده في اي جنب من الركض ده بقى في بيت ماي هعملكو برضو بقى كده فيها شوية حاجات كده في البيت وتكاد بقى البيت والحاجات ده فهياريت تشوفوها تعملوا سبسكرايب عشان هنازل عليها فيديوهات جميلة جدا فترة جاية وبردو هنا ان شاء الله هنازل بدات كتيرة جدا لو انت اول مرة تشوفوني فكفايا بقى صدوع يا مي كفايا صدوع صدعتين تفرجوا بقى على اليمال والحلاوة ده تفرجوا انا عشانكم تفرجوا بجد بجد يعني ايه 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 امر ده يعني انت تكونش هسيبكوا تتفرجوا تسيبوا تفرجوا تسيبوا تفرجوا انا هكلم في نفسي بعد كاب سببكوا ايه الحلاوة ده ايه تعمل لايك يا جماعة تنسوش اللايك يا جماعة اللي مش هيعمل لايك انا هروح اجيبه من بيته من بيته اللي هدوس ان لايك انا هزعل وهجيب ناس تزعل